عود على بدء هو التوصيف الأدق للترتيبات التي تجري حالياً في مارب وفق خطة يبدو أن التحالف الذي تقوده السعودية ماض في تنفيذها على وقع تقدم مثير للاستغراب لمقاتل الحوثي في الجوف وعلى تخوم مارب حيث تجري التضحية بالجيش الوطني وإنجازاته على رؤوس الأشهاد تستاحم ساحة مارب مرة أخرى بمقاتلي القبائل باستعراض يستعيد في هيئته دون مغزاة مشاهد المطارح التي تداع إليها رجال مارب في 2014 لمواجهة التقدم العسكري لتحالف الحوثي صالح الإنقلابي آنذاك هيئة الإسناد الشعبي هي أحدث ابتكارات التحالف في سياق معركته التي يبدو أن أعداءها تبدلوا بشكل جدري وفقاً لأجندة هذا التحالف قدر تبدل الأهداف التي سوغت لتدخله العسكري الواسع النطاق تحت مظلة الشرعية أربعة أهداف وضعها التحالف وحلفائه المحليون الجدد للحشد العشائري غير المنضبط تشمل مساندة المخلصين في الجيش الوطني لاستعادة الجمهورية ومساعدة القوات الأمنية في تثبيت الأمن وقمع حركات التمرد والخلايا النائمة ومنع حركات التهريب هذه رسالتنا للحوثيين هذه قبائل المراد أتت وخرجت بحدها وحديدها تقول للحوثي هنا مراد هنا قبائل مارب هنا الأحرار هنا حمات الجمهورية هنا حمات الثورة هنا ينتهي دوركم هنا يبدأ دورنا هنا من هنا إلى هنا كلا صنعا بإذن الله الفرز في مارب يتعدى التصنيف السياسي للجيش الوطني إلى الفرز العشائري في تبدل كارثي للمبادئ التي تسوس هذه الحرب وكلفت قائدة التحالف أثمانا باهظة تمثلت في الاستهداف الروتيني الذي ما كان له أن يحدث للعمق السعودي من قبل الحوثيين تارة ومن قبل داعمهم الإيرانيين تارة أخرى ما أدى إلى زعزعة المكانة العتيدة لأكبر قوة إقليمية وعسكرية في المنطقة أقول لكل من يقود المقاتلين يقود المقاتلين أن يصدق ويخلص ويعود إلى كشوف 2014 وينظر إلى أسمى الجيش الذي أنضمن الجيش الحقيقي الوطني قبل الشرعية وقبل التحالف خلال خمسة أعوام مضت جرت في مارب مياه كثيرة فقد بنت تحالف والشرعية رؤيتهما للمواجهة في هذه المحافظة على النواة العسكرية التي مثلتها المنطقة العسكرية الثالثة وإليها انضم متطوعون ليشكلوا فيما بعد الجيش الوطني لم تمضي فترة طويلة على هذه الترتيبات وعلى الإنجازات العسكرية المهمة التي تحققت على يد الجيش الوطني حتى تغلبت رؤية أبوظبي على القيادة السعودية الجديدة ممثلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفقاً لتلك الرؤية بات الجيش الوطني في مأرب كما في غيرها من المحافظات هدفاً لطيران التحالف عبر سلسلة من الضربات التي جار تفسيرها على أنها خاطئة أو نيران صديقة وها هي اليوم تتحول إلى شكل من أشكال التفريط بالجيش الوطني ومكاسبه وإنجازاته لتعود الأمور إلى مرحلة الصفر تقريباً بمعركة يشتد أوارها وتهدد بإحراق الجميع